هلا فيكم في برنامج راس براس وفيها نسوي لكم مقارنة تنفسية بين سلسلتين حسب تصويت واختياركم في التعليقات الحلقة الماضية واللي فاس في حلقة الماضية كان سلسلة رزنت ايفل على سلسلة سال انتل ورح نسوي اليوم مقارنة بين سلسلة موخل كومبات وسلسلة تكن حسب التعليق اللي تشوفونا قدامكم على الشاشة من اكس افاتار وقبل ما نبدأ لا تنسون اتزر اللايك واشتركوا في القناة والحين خلوا سلسلة تكن تعتبر من اوائل للعاب القتال اللي هي ثلاثية الابعاد وهي اللي وضعت الاسس اللي مشت عليها باقي العاب القتال الثلاثية الابعاد ومن بعدها وقدمت شخصيات كثيرة متنوعة لكل واحدة منهم شكل يميز وطريقة خاصة فيه للعب سلسلة موخل كومبات تعتبر من اعرق السلاسل للعاب القتالية وفي التسعينات اول مصدرة بهرت العالم في رسومها الواقعية وايضا الدموية اللي فيها كانت جدا ممتازة وتنافس اقوى فيه العاب القتال وقتها لانه كانت نافس لعبة سريد فايتر وايضا كان فيه شخصيات كثيرة مختلفة ايقونية والكل واحد منهم طريقة لعب خاصة فيه وايضا ما ننسى الفتالتي واللي كيف اشتهرت وصارت حاجة ايقونية في السلسلة وطبعا كانت اول لعبة دموية سببت في وجود منظمة التصنيف العمري الـ ESRB تكن فيها قصة ممتازة واحداثها تكون متسلسلة على مدى اجزاء متتالية وهي قصة تعاقد عائلة المشمة مع الشيطان بغرض الانتقام وفي بداية القصة ما كان فيها تعقيد لكن مع توالي الاجزاء القصة صارت تتعقد اكثر وفيها تم تقديم شخصيات كثيرة مختلفة قصة موت كومبات من البداية معقدة فهي بكل اختصار قصة الخير ضد الشر لكن مع وجود عوامل كثيرة تأثرها القصة وايضا الشخصيات لهم قصص خاصة فيهم خصوصا شخصيات ساب زيرو واللي من عمق قصته تم اصدار لعبة خاصة في تحكي قصته وطبعا تقدم شخصيات جديدة فيها سيسل التكن من كثر ما هي مشهورة صار لها فيلم سينمائي خاص وفيها ايضا فيلم انيمي خير يا طير تارى حتى موت كومبات صار لهم فيلم واحد افلام سينمائية وايضا مسلسل كرتوني بس خلقوا نوقعني يا نواف اثنين هم افلام ولكرتون كان مستواهم جدا سي صادق بس تكن فيها نظام قتالي عميق جدا لدرجة ان كل زر من ازرار الفلاي سيشن كانت تمثل اطراف اللاعب مثل المربع والمثلث يمثلون يد اليمنى واليد اليسرى والدائرة والاكس يمثلون الرجل اليمنى واليسرى وهذا غير الكمبوز اللي في اللعبة وهي تتنوع بين سهل وصعب اه شفي فيكس كات صراحة بموت كومبات ما عندنا غير زر الركض وخبص بزار الكمبو الكلام هذا كان صحيح لكن بعد ما سوى ريبوت السلسلة الوضع تغير اولا القصة صارت اعمق وصار في طور قصة طويل وفي ايضا مشاهد كثيرة تشرح القصة بشكل مبسط وجميل وايضا تم اضافة شخصيات كثيرة جديدة فيها وعند تصميم شخصيات قديمة وايضا وضع نظام قتال جديد فيها وايضا كومبوهات متنوعة لكل لاعب فيها هذا غير الدموية اللي صارت عنصر اساسي في السلسلة خلوه اكثر ودمجوها في نظام اللعب نفسه بحيث صارت في حركات تسويها في منتصف القتال مميتة لكن تضعها في الخصم وما تقتله وتنقص طاقته كل هذه التغييرات انعشت السلسلة من جديد حتى سلسلة تيكن صار فيها تغييرات ايضا للنظام بحيث اعطونا لعبة تيكن تاق وهي كانت عبارة عن لعبة تيكن لكن تلعب بشخصيتين وتبدل بينهم تقدر تبدل بين الشخصيات في وسط الكمبو وتسوون كومبوات مجنونة ورهيبة وايضا في تيكن 7 اضافوا حركات قاضية للعبين واضافوا السلوب لعب جديد شعبية موت كومبات لازالت قوية ولعبة لازالت تندعم الى الان بانهم يقدمون فيها شخصيات جديدة وضيوف شرف من افلام والعاب ثانية فيها حتى تيكن ايضا شعبيتها كبيرة ولازالت قوية واللعبة ايضا لازالت تندعم بانهم يقدمون شخصيات جديدة تصدق نواف خلا نصير وقعيين السلسلتين عظيمات كل واحدة منهم تقول الزود عندي صراحة صعب نختار واحدة منها والله انك صادق اجل حن نقل للي عندنا ونخلي الباقي للجمهور يختارون من عندهم مثل ما قال لكم نواف حن نعطيناكم كل معلومات على السلسلتين وبكرة راح نحط كميونيتي بوست على اليوتيوب تقدرون عن طريقة صوتون للعبة اللي تستاهل في نظركم يعطيكم لافية على المتابعة كان معكم نوف النغموش وفي هذا الشيحة ونشوفكم مرة ثانية في حلقة جيدة من راس براس